لتقوية المناعة دكتور عماد fund شاهد الحلابة.. تأتي الوصفا سوف ندب د limited차 شهر فيها التكوية العمال الفكنانين من الزيت والبنى والثومة هذه هذه الوصفات و شهاية ذاة ن يا رب المناعة غذبًا ندب لس fui اكثر واحد اجلي فنور دها مرحبا فا Vieح أخ ‫عمل لتعزيز المناعة. شنو الطريقة الأمثل والصحية يا دكتور عيمات؟ فمن الأحسن أن هذه الشريحة أو هذه البعدة كما كنا نقول ذلك التومة يجب أن تفور. تفور التومة لن تبقى ذلك الجادة لذلك المواد الكبريتية لكي لا تعطينا شيئا المشاكل على المستوى المعيدة. أما الشريحة هي لحطينا غير بوحدة مع التومة منفورة في زيت زيتونها تكون أحسن بلا منطيبوا الشريحة بلا منفوروها. والشريحة في حدتها يرى فيها مضادات حيوية فيها الباغ قابتن. هي عبارة على واحد المادة تصلح كمضادات للطفليات. وأنا أرجح الطريقة للشمال خاصة المناطق الجبلية التي يقومون الشريحة والزعتر. وهذه واحدة الوصفة وكثير من المناطق تخلط الشريحة مع الزعتر. يدرونها بطريقة التي تكون وسبحان الله فضل وقيتها الذي يدخل فيها في هذه الوقت هذه البرد. فهي واحدة التركيبة هائلة. يعني كان الزعتر في الكوغفاك خول مع الباغ قابتن. كما نقوله دائما هذه الفطرة الطبيعية للإنسان. فكما نقوله نحن الجدود والجداج لنا سوف نتعلم منهم كيف كانوا يستعملوا هذه المواد. ونحن داخلين في النطاق الأمين. فقدر الشريحة مع الزعتر تكون مخلطة معه. كي يحلوا الشريحة. وكعمرها بالزعتر. حيث هي مواد سكري التي تشد لنا هذه الزعتر. وهي في حدتها غير جوج اللي أعطيناها مثلا لوليداتنا. أو اللي أخذينا نحن في الصباح. نحن كنظروا لأن الناس دي ما عندهم جداء السكري. فهي تعطي واحد المناعة هائلة. وكتعاوننا في تحسين. يعني أو في تغلب على هذه المشاكل ديال البرد. هذي بلما نرقدوها في الزيت البلدية؟ ما كترقدش. يعني الشريحة كان عمروها بالزعتر. كتحل وكتعمر بالزعتر. يعني ذلك الزعتر نحيدلوا ذلك العويدات دياله. ونخليوا ذلك الوريقات ديال الزعتر. وكان يعني وكان عمروها باديك شريحة. مثلا كيكون في واحد الوعاء. وغير كان نحطوه إلى حطين هاي شريحة محلولة فيه. ركت هز واحد المجموعة ديال الوريقات ديال الزعتر للاسقين. وهذيك المسألة كننكلوها. وكتكون مسألة هائلة جدا للصحة. وعلى فكرة فالناس ديال الشرق خاصة في لبنان. حتى وما كيستعملوا هذه الوصفة هذي. في المشاكل المنزلات ديال البرد. طيب. موسيقى